مجلس الوزراء شكلت مبادرات مملكة البحرين التي تم الإعلان عنها في القمة العربية بادرة خير في الارتقاء بمنظومة العمل العربي المشترك وتحقيق التطلعات العربية التي تقولها مملكة البحرين من خلال رئاستها هذه المبادرات لقيت ترحيبا كبيرا وإجماعا من الدول العربية للوصول إلى واقع أفضل تطور فيه الخبرات العربية في التعاطي مع مختلف المجريات والتحديات وفي تحرك مسؤول جبلت عليه هيئات ومؤسسات الدولة تنفيذا للرؤى وتطلعات السامية وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية معنية بتنسيق ومتباعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين إلى القمة العربية في تحرك فاعل ينم عن الاستعداد المسبق من أجل تحقيق الرؤية البحرينية الحكيمة والتي كان نتاجها تلك المبادرات اللجنة الوطنية التي تم التوجيه بتشكيلها سوف تطلع بالعديد من المهمات التي سوف تنجزها كما هو حال النجاحات السابقة بكفاءات وطنية برزت في العديد من التحديات والمهام فنجاح قمة البحرين كان نتاج مجهود مشترك بذلته جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي عملت بروح الفريق الواحد مما قاد مملكة البحرين للتميز في قمة اعتيادية بمسماها واستثنائية بالإعداد لها تنظيما انتهاء بمخرجاتها ولأن العمل بروح الفريق الواحد هو السمة الأساسية لكل ما هو بحريني ويخرج من أرض البحرين تأتي هذه اللجنة الوطنية لتؤكد أن فريق البحرين الذي تمت الإشادة به في العديد من المحافل وقدم تجارب بارزة في مختلف التخصصات قادر على تحقيق رؤى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومبادراته التي جاءت باسم البحرين ولأجل إنجاح العمل العربي المشترك فهو فريق وطني بامتياز ويعكس مدى القدرة على التعاطي مع مختلف المجريات والتحديات لجعل الوطن العربي مكانا أفضل